مرعب بالسلام بثلاثية حمراء تنتهي مباراة شباب الأهل أمام شباب بتروجيت افتتح للنادي الأهلي التسجيل في ديارة 23 اللاعب ميدو أسامة من متابعة جيدة من صناعة محمود حمد وفي الدقيقة 55 يضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي الوافد الجديد كريم الدبيس من تزديدة من أكثر من رائعة في الدقيقة 55 ويضيف الهدف الثالث للنادي الأهلي محمد حمد ميسي في ديارة 80 من عرضية أكثر من رائعة من اللاعب يوسف شريف نروح لفاصل وبعد الفاصل التحليل الفني مع الكابتن عادل طعيمة والكابتن محمد حشيش أهلا بحضراتكم من جديد كابتن عادل الشوط التاني دنيا اختلفت نادي الأهلي قدر يفرد سيطرته أكتر دليل على كده التغييرات اللي انتوا طالبتوا بيها بين الشوطين كابتن محمد شرف عملها شفنا البدائل كريم الدبيس بيحرز الهدف الثاني محمد حمد ميسي بيحرز الهدف الثالث هو طبعا الشوط الأولاني نقدر نقول أنه كان متوسط الشوط التاني أكثر من ممتاز نتيجة أنه بقى فيه استحواز وما كانش فيه استعجال يعني سيطرة على وسط الملعب تغييرات الجبهة الشمال قفلها بكريم الدبيس كانت جبهة قوية جدا وكانت مشكلة علينا خطورة قوية جدا الشوط الأولاني اتقفلت دفاعيا وأحرزنا منها هدف والأروع السيطرة في وسط الملعب وعدم الاستعجال وبيحاول يجيب بترجات يعني بدل ما كان بيحلق عليك وكان ما بيضغطش عليك من البداية ابتدى عملية السيطرة وعملية النقل من خط الظهر قدت فرصة أن أنا أخليهم يضغطوا يبقى فيه صغارات في وسط الملعب اختطعت أن أنا منها أن أنا إما بختارك من ناحية الشمال أو بختارك من ناحية المين رجدان الحقيقة مع كريم مع تغييرات مع طريقة اللعب غير من طريقة اللعب بقيت لعب أربعة اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد طريقة لهيها مفضلة بالنسبة لتيم من هذا دلقاء الحقيقة عملية الاستحواز كانت مهمة جدا علشان في تيم بيلعب بحماس شديد زي التين ده وبعدين الحاجة التانية المهمة جدا لشرف عملها الحقيقة اللمسة واللعبة لا يوجد تصرف بالكرة أسرع تغيير ميده نبيل الحقيقة تأخرت قوي أقول لي محمد الرجل من أول الماتش يمكن أن يكون متأثر بالخبطة التي خدها في بداية المباراة ممكن ممكن بس هو على كتفه صحيح ممكن تكون دي مأسرة بس لازم يصح صح كده شوية لأنه الكرة التي طالعة من رجليه ما كانتش سريمة بالعكس أنا لما أنزل من الفريق الأول لفريقتي أنا ما بنزلش أنا أنا النادي الأهل بيجهزني عشان أرجع تاني يعني النهاردة لما نشوف شرقية نجم المباراة النهاردة شرقية حقيقة مصطفى مخلوف حارس المرمى كمان ده أكثر من رائع شرقية النهاردة بيبدأ الهاجم صح بيهاجم صح بيطلع في الكرات السابتة يعني كلها كانت حاجات جميلة للثالث وجوال الجولين في الشط التاني الحقيقة جول كريم يدرس الرجل عنده ثقة الملعب ده يمكن منزلش فيه أكثر يعني يمكن منزلش فيه التمرين قالص يمكن مرة ولا مرتين ومع ذلك حاطت رجليه وش رجليه وحاطتها صح قفلت جابها وطبعا راس الحربة محمد حمدي مفروض يبقى عايز مجهود أكثر من كده محمد حمدي محتاج مجهود أكثر من كده محتاج فعليه على المرمى محتاج أنه يشقه يروح بدل ما يستنى محتاج أنه يضغط على السرد باكين إنما الحقيقة الشط التاني أكثر من رائع بحي شرف على الرؤية وبحي كمان على التغييرات الموفقة جدا تمام كابتن حشيش زي ما انتم قلتوا بين الشطين التغييرات هكون لها دور مهم جدا خلال الشط التاني شفنا التغييرات كريم الدبيس نزل بدلا من مازل أسامة عبد الرحمن رجدان بدلا من يوسف عاطف محمد حمدي ميسي الأحرز هدف الثالث بدلا من أحمد أشرف أحمد داود بدلا من ميدو نبيل ويوسف شريف اللي صنع الهدف الثالث بمهارة عالية جدا من ناحية الشمال وقدر يعمل عرضية بدلا من عبد الجواد عبد الرحمن شايف تقلق الأهل الشط التاني وعلى رأسهم واحد زي كريم الدبيس عبد الرحمن رجدان وإضافة لقطاع النشيب النادل وكمان الفترة القادمة هيكونوا للدرجة الأولى إن شاء الله بنقول مبروك طبعا مكسب كويس ثلاثة جوان طبعا ملعوبة الجون التاني والثالث بالتحديد الملعب زبط في الشط التاني بعد التغييرات يمكن قبل التغييرات بترجيت في أول يمكن كمس دقائق وعشر دقائق كابتن عادل عمل وكم هجم خطيرة وكان هما فعلا مستحوزين وضغطين على النادي الأهلي التغييرات فرقت جامد جدا سحبت النادي الأهلي من ناحية الشمال ومن ناحية الليمين حصل عادلة لما ابتدى كمان يغير طريقة اللعب لأربعة وثلاثة واحد قدر الاستحواز زيما حضرتك قلت هو ده اللي كان نقص النادي الأهلي احنا كنا عادين نقول يا ابني مسكورة يا ابني استنى ما تستعجلش كانوا مستعجلين ولعبوا واحدة والتانية وعايزين لعبوا طويل إنما الاستحواز قدر يتعب فرقة بترجيت اللي هي تعبت كمان من الدكتور اللي أنا عايز برضو يا أسامة نحييهم فرقة كلهم لسه كانوا بلعبوا في الممتاز به وجمهورية بها السنة الفاتل سنة بلعبوا برضو مع النادي الأهلي وخبرات نقصهم نقصهم خبرات كتيرة أعتقد الفرقة دي بتاعة بترجيتها بقالها شأن فيه يعني بعد نص البطولة ما يتلعب هابتدوا ياخدوا خبرات لأنهما فيش حاجة تنقصهم هو بس الخبرة اللي تنقصهم إنما هما عندهم يعني كنا بنتكلمة كابتن عادل بيجروا كتير جدا ما شاء الله لغاية آخر ديئة بلعبوا على النادي الأهلي ضاغت من البداية عندهم أكتر من لعيب عنده كرة كويسة بيدغطوا على النادي الأهلي عندهم الحماس والروح هي بس حتة الخبرة اللي نقصهم دي هتكتسب بإذن الله بعد فترة من بداية المغرايات كابتن عادل كريم الدبيس من الواضح إنه هو لعيب عنده سقة بان في الهدف التاني اللي أحرزه لعيب عنده سقة هيكون إضافة للنادي الأهلي عنده هدوء عنده رؤية كمان شفنا في الهدف اللي هو أحرزه السقة أنه يسدد من المسافة البعيدة وعنده الجرأة كمان كريم الدبيس إضافة ما فيش شك وأعتقد أنه دي الصفقة دي بتطمن جمهور النادي الأهلي أنه كريم هيبقى في أقرب فرصة بيصعد للفريق الأول ويبقى من خلال فريق 2001 كابتن شرب بيجاهزه علشان يبقى بديل معالي معلول لأنه واضح جدا أنه أولا بيبدأ الهجم صح بيكمل صح عنده تزديد بيقديه على أعلى مستوى ما فيش شك أنه إضافة إلى جانب أن عملات التغطية لما بيكون الهجمة ناحية التغطية العكسية التغطية العكسية بيعملها بشكل قوي جدا تغييرها اللي عملها كابتن شرف اللي هي كانت تغييرها قوية جدا يوسف يوسف عاطف التغييرها الحقيقة كان يوسف شريف يا كابتن يوسف شريف اللي تسبب في الجول تفضل فيه طيب عشان بيقولوا دلوقتي معانا من ملعب المباراة نروح لزميلنا فاروق صلاح ومعالي قوات مع كريم الدبيس وعبد الرحمن رجدان تفضل يا فاروق من جديد دواجات التحية بيك كابتن أسامة وبضيوفك الكرام كابتن مصر الكابتن عدل طايمة والكابتن محمد حشيش بكل مشاهدينا مشاهدينا متابعي شاشة قناة النادر هالي في كل مكان عقب بناية اللقاء وفوز النادر هالي على فريق بترجيت بثلاثة أهداف وتحقيق النادر هالي لفوز الثاني على التوالي في بطولة الجمهورية لموليد 2003 ظهور النهاردة كان ظهور مختلف وحبي إنه هو يعني في أول لقاء ليه رسمي مع النادر هالي وبعد نزوله بعشر دقائق يحرز هدف مختلف كريم الديبيس واحد من النجوم اللي نداما بالراين عليها نجم منتخب مصر الشباب والمنتخب الأولمبي ولاعب الآية المنضمة حديثا كريم برحب بيك على شاشة طاق قناة النادر هالي تحيات الكابتن أسامة حسني كابتن عدل طايمة كابتن محمد حشيش نهاردة ظهور مختلف وجون مختلفة كريم خلينا بركلك على الأدئك وعلى الهدف النهاردة طبعا أهلا وسهلا يا رؤى وبمسي طبعا على كل الكابتن وكابتن أسامة والموجودين معا في الستوديو طبعا الحمد لله على هدف الحمد لله على أول ماتش اليه مع النادي وأنا كان ده من زمان كان نفسجي هنا النادي طبعا وأنت كنت عارف وكنت معايا لحظة بلحظة بس فالحمد لله نهاردة كابتشرف نزل وداني السيكة واللعيبة كلها أدتني السيكة وكنا بنلعب الحمد لله ونزلت الحمد لله قديت وعملت اللي علاية والله كريم أنا عارف أن حلم ارتداء قميص النادي الآلي حلم من سنين طويلة النهاردة بتحقق حلمك بتبقى مجوجو النادي الآلي بهدف أعتقد بيقرب المسافات ما بينك وما بين جماهير النادي الآلي اللي دائما بتران عليك الحمد لله النهاردة يعني أنا النهاردة كان أول ماتش لها فأنا كنت متحمس من قبلها كنت متحمس أنني ألبس سيرتي النادي الآلي وفي أول مباراة أنني أعمل حاجة مختلفة فالحمد لله ربنا قدرني على فعلا فعل هذا الهدف الحمد لله كان مهم النهاردة أن في أول ظهور لي كان قناة النادي الآلي النهاردة بتعمل أمر مهم جدا وميز أنه دائما بننقل اللقاءات النشئين على الهوة أعتقد أن النهاردة الظروف بتخدمك أن الجمهير بتشوف كريم على أرض الواقع مع النادي الآلي وبهدف النهاردة الجميع أشهد بهذا الهدف كابتن عادل طعامة كان بيتكلم كابتن محمد حشيش أشهده بالهدف النهاردة كريم طبعا بشكر كابتن عادل وكابتن محمد حشيش الحمد لله وربنا رأيت كده ودعه حزوز وأنا حظي أن أنا النهاردة لماتش يتنقل عشان الناس تشوفني وأن الناس كتير ما فيه ناس كتير جدا ما كانتش تقرفني بس فالنهاردة من قناتنا لقى الحمد لله قديت ولعبت والناس عرفتني والهدف ده قرب كتير جدا لقى جمهور إن شاء الله كريم إن شاء الله أحسن إن شاء الله كريم أنا عارف أن أنت أي وقت قصير اتمرنت فيه مع الفريق إلا كان كان فيه سقة النهاردة من الكابتن محمد شرف فيك في عبد الرحمن الرجدان نهاردة يعني أنا اتمرنت تقريبا اتمرنت خمس أو ست تمرناب بس والنهاردة المتش كابتن شرف دخلنا مع الفرقة والفرقة يعني معظمها صحابنا كده كده من قبل من برى النادي فهي السقة كانت مقربة جدا من بعض والحمد لله حاولنا نساجم بسرعة جدا وكابتن شرف وكابتن رؤوف دخلنا جدا مع الفرقة أنا ورشدين والحمد لله دي نوت لنا بشكل كويس وبسرعة كويسة جدا قدام الناس كابتن أسامة حسني بقول لك أحد المحبين والعاشقين للنادي آلي من اللي بيكتبه يعني شعراء كاتب أن أهداف كريم الدبيس أهداف دبابيس يعني أن هدف النهاردة يعني هدف جميل جدا الكابتن أسامة بيشيد بيها كريم حبيب ألبا كابتن أسامة بشكوره طبعا جدا وربنا خليه طبعا شكرك يا كريم ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله حبيب أرى استمرين معك كابتن أسامة بنضامنا واحد من نجوم اللي برعنا عليها في كورة القدم المصرية وقلب يعني خطت فاع منتخب مصر ومنتخب الأولمبي عبد الرحمن رجان رجان مبروك الظهور الأول لك مع النادي آلي مبروك يعني أول مبررة رسمية لك مع بقميس النادي آلي النهاردة أحلام كتير بتحققها على أرض الواقع النهاردة عبد الرحمن طبعا أول حاجة الحمد لله على المكسب والحمد لله على الأداء وسلامة طبعا لديو في الستاديو طبعا كابتن عادل السلامة الكابتن عادل كابتن محمد تايمة الكابتن حشيش طبعا أول ظهور لديه بتشيرت النادي الأهلي طبعا دي حاجة كبيرة أوي تشيرت النادي الأهلي مزاقية تشيرت والحمد لله يعني قدت كويس وكابتن شرف دخلنا في الفرقة بسرعة وقدة للثقة في المسلح و الحمد لله انا قد يا Golgi عبدالرحمن حلم ارتداء قميص النادي الاهلي وانعارف انه من زمان يعني بالمناسبة وجانته نيد المقولون العرب عبدالرحمن كان حلم جده كبير جدا انك تلبس قميص النادي الاهلي النهاردة بتحق احلمك طبعاً النادي الاهلي من اكبر الان داءه في افريقيا تشيرت النادي الاهلي مثل ما قلت لك مش همش الس buddy شيرت نادي وكان حلم طبعاً لنا البس شيرت نادي الأهلي والعب في نادي الأهلي طبعاً وإن شاء الله الفترة الجاية قريب جداً أكون في الفريق الأول كمان إن شاء الله عايز أسألك على المسؤولين هنا في قطاع النشئين كابتن خالب بيبو كابتن محمد شرف المدير الفني تكلموا معاك في ايه يعني أنا عارف إن أول تدريباتك على الانضمامك كانت في قطاع النشئين كابتن خالب بيبو وقعد معاك إيه الكلام اللي قاله ولد؟ ده والله أول أول ما جيت والله الناس كلها رحبت بيه كابتن خالب بيبو وكابتن شرف وكابتن أحمد عبرووف طبعاً لأن هو كان فرود عندنا في دجلة فعرفني أصلاً فكلهم والله ناس على أعلى مستوى ومحترمين جداً وكلموني وتكلموا معي واحد واحد وما حسسنيش إن أنا لسه جديد في النادي يعني أنا حسيت اللي أنا بقى لي كتير قوي هنا في النادي يعني بس مستمرين معاك كابتن أسامة واحد من اللعيبة اللي دايماً بدوا عليها مستقبل للنادي الآلي وبيطمن على مستقبل للنادي الآلي في حراسة المرمى مصطفى مخلوف اللي أدى مباراة كبيرة نهاردة مصطفى تحيات لكابتن أسامة حسني كابتن عدل طايمة كابتن محمد حشيش مبروك على أدائك النهاردة مبروك على الفوز والحفاظ على نظافة الشباك النهاردة ثلاث نقاط مستحقة نهاردة مصطفى طبعاً الحمد لله على التلاتة بأنطو محابة مرحب الحضوري اللي في ستوديو كابتن و dedim و السامة والناس اللي معاه الحمد لله على التلاتة بأنطو إن شاء الله اللي جاي لكل خير إن شاء الله مصطفى يعني كل يعني التصديات اللي التالت عاملتها فاها مقا في المباراة قلت فيها النهاردة الكابتن خالد كلمك فيها ايه؟ تعاملك مع هزيل يعني الالعاب اللي كانت مهمة جداً وكانت نقاط مؤثرة في هذه المباراة طبعاً كانت نخالب بالحاجات اللي احنا شنناه لنهاردة دي كانت نخالب معلمنا على كل حاجة في كل التمرينات اللي بنعملها كانت نخالب بقى معنا على اعلى مستوى الحمد لله اللي هو المتواجد معنا كل اللي بيحصل في التمرين بيحصل النهاردة في الماتش كانت محمد حشيش بيقول مصطفى مخلوف هو امتداد للشناوي مع وجودك مع مصطفى شبير مع علي لطفي مع حمز علي امتداد كبير جداً لمحمد الشناوي في النادي العلي طبعاً أنا وجودي مع الدرجة الأولى بتعلم من كابتن شناوي كابتن علي لطفي وكابتن شبير وحمزة كمان بتعلم منهم كل ما بطلع فيه مع كبات أخيراً إحلامك وطموحاتك الفترة اللي جاية مع النادي العليا مصطفى إن شاء الله بي متواجد مع الدرجة الأولى إن شاء الله فارب وقت شكراً كابتن سامة ده كان لقنا طبعاً مع العيب النادي العلي واللعب مع مصطفى مخلوف أنا طبعاً بانضملي في أزيل أثناء الكابتن محمد شرف كابتن محمد شرف المدير الفني لفريق كابتن محمد تحتك كابتن أسامة كابتن عدل طعيمة كابتن محمد حشيش أنا عارف يعني المحبين طبعاً الكابتن عدل طعيمة وكابتن حشيش طبعاً كابتننا الكبار بيبركولك النهاردة على الأداء بيبركولك على طريقة اللعبة وتغييرت اللعبة أكتر من مرة خلينا في البداية نتكلم على المباراة وفوز المستحق النارد يعني طبعا برحب كابتن موسيما طبعا وكابتني يعني مدربي طبعا كابتن عدل طعيمة عدت معايا يعني سنة من أحسن ما يكون هو كان مسك التسعتاشر والواحد وعشرين وأنا كنت معايا سبعتاشر سنة لعبت التلع بطولات وخدتهم معايا كابتن حشيشة أخويا وأخويا الكبير اللي بيتعلم منه مبسوط جدا بالستوديو والشخصيات الجميلة اللي هم يعني حتى لو في أي حاجة في الكرة أتواصل معايا على طول وأحب أتكلم معهم في الكرة كابتن محمد النهاردة بتدفع بثنين لعيبة بين منضمين للناد الأهلي سواء كريم الدبيس أو سواء عبد الرحمن رجان بتبقى جرأة وسقا تديتها للعيبة يعني اعتبرت مرانهم على الفريق حوالي خمس تدريبات أو ست تدريبات أكيد طبعا ما فيه اللعيبة بتجبرك يعني أنت معاك لعيبة 30 لعيب على مستوى متقارب مستوى عالي جدا لكن بتجيلك نوعية لعيب مميز لعيب عنده شخصية لعيب ما بيخافش رجدان وكريم الدبيسي يعني من اللعيبة المختلفين بتمنى لهم طبعا التوفيق في وسط أخواتهم وديميزة النادي الأهلي اللي بيجي من بره أكنه مولود في النادي أنا دلوقتي معايا 30 لعيب 30 قريبين من بعض الأداء اللي كويس حيلعب كل أسبوع واللي حيفدنا كل مطش برجالته لكن احنا اشتغلنا كتير لفترة هيتو تعيبنا شوية في تحفيز طريقة اللعب 3-4-3-4-2-3-1 ويمكن بغير كتير في المطش لأن بيجي علينا أجواء أنت بتشتغل معايا أنا جيلي اللي معايا بيشتغل معايا ومع الكابتن محمود جابر وبعدين منتخب أولومبي وبعدين درجة أولى فأنت لازم يبقى عندهم الثقافة بتاعة اللعب في كذا طريقة كابتن عادل طعيمة قال نقطة مهمة جدا ألا أنا بشيب بالكابتن شرف في تبديلاته اللي صنعت الفرق في الشوت التاني الأداء أفضل في الشوت التاني لعب والكابتن شرف واحد من المداربين اللي بيأكد دايما على اللعبة من لامسة واحدة دي نقاط مهمة جدا نتكلم فيها كما تلنا طبعا في الاستوديو التحليل أكيد طبعا أنا المبدأ معاهم مع اللعبة دايما هتبتدي صح هتنهي صح ما ينفعش إن أنا أبتدي بطريقة عشوائية طويل لها ما يحبش اللعب الطويل غير لما بتبقى مزنوقة والأمان في المدافعين الرتم ابتدى يبقى في إيدينا شوية الشوت التاني بحي فرق البوترجيت فرقة محترمة جدا وكابتن ناسر رجب من إخواتنا اللي كانوا موجودين هنا معنا سنين طويلة عامل طفرة وأداءهم الحقيقة أداء فرقة محترمة ما تحسش إن هي ممتزبئة أو فرقة أقل أداءهم محترم جدا يمكن إحنا الظروف خدمتنا في المطش اللي هو الفرق اللي دايماً بدور عليه إن لعيب النادي الأهلي لما بيوصل لازم يفنش غير اللعيب التاني اللي بيوصل بيبقى أقل شوية بيبقى عنده حافز وعايز يعمل مطش جامد جدا لكن الاختلاف في قوالة بتاع لعيب النادي الأهلي أذكرك كابتن شارف ورطمنا لك التوفيين إن شاء الله ومبارك لك مع نهاية الموسم إن شاء الله بالتتوك بالبطولة إن شاء الله بإذن الله ده هدفنا من أول السنة إن شاء الله بإذن الله عشان يبصولك في الفريق الأول أو منتخب أول لازم البطولة نمرأ واحد إن شاء الله بإذن الله نبارك لكل الموجودين إن شاء الله في النهاية بإذن الله البطولة في الأهلي إن شاء الله شكراً كابتن أسامة طبعاً ده كان لقاءاتنا مع الكابتن محمد شارف وهي لعيب النادي أهلي موليد 2003 بعد الفوز على فريق بيتروجيت بسلاسة أهداف مقابل لشيء مبروك كابتن أسامة نتمنى له التوفيق طبعاً واستكمال مشوارهم نحو البطولة بإذن الله من جديد تعود الكلمة للكابتن أسامة حسني وضيوفه الكرام وأحنا بنشكرك فاروق على اللقاءات المتميزة ودايماً متقلق كعتك بنشكر زميلنا فاروق صلاح بعتلي دلوقتي واحد من المحبين والعاشقين للنادي الأهلي واحد من الشعراء الكبار للأستاذ هادي أبو اليزيد يعني كتب كده وعلى هدف كريمي الدبيس قال الدبيس أهدفه دبابيس فبعتلي حاجة تانية برضا عن الأهلي قال الأهلي بيتنا زادنا وزودنا وعزوتنا الأهلي بيتنا الراعي الرسمي لفرحتنا على حبه تجمعنا وبتحلى وياه لميتنا بمسى عليك كابتن عادل بمسى على كابتن حشيش اشكره على الكلام الرائع ده كابتن عادل زي ما حالك اتكلمت برضو اللعيبة انها تحفظ كذا طريقة وكذا أسلوب ده كان دور مهم لكابتن محمد شرف وهو تكلم دلوقتي قال ان اللعيبة تحفظ صريقة 4-3-3-4-2-3-1 فادوا النهاردة كمان في أثناء اللقاء وده الكابتن شرف عمله احنا الموسم الماضي موسيماني كان بيلعب أكتر من طريقة حقيقة وفي الماتش الواحد كان بيلعب أكتر من طريقة والمدرب الناجح او اللي هو ما بيلعبش بروتين معين او بدرجة معينة من الأداء ده بيقى مدرب ناجح لأنه الجانب التكتيكي لما يكون متغير لأن الخصم اللي قدامك او المنافس اللي قدامك بيلعبش بطريقة سبتة طول المباراة وده نوع من الاحترافية أنا بحي محمد ان هو بيقديها تدى الماتش بطريقة معينة هو طبعا في الفترة دية لسه بيدي نوع من التجهيزات للفريق لكن ما فيه شك فريق بترجدت النهاردة لو بيلعب بنفس الدرجة دي من الحماس ومن الجدية اعتقد هيبقى في حتة تانية لأنه كل ما تشاتوا لو بيقديها بالشكل الحماسي ده وبالجوانب الفنية الرائعة دي اعتقد انهم هيبقوا في وسط الجدول إذا ما كانوش في المربع ازاي بلأنه فرق كويسة قوي حرس مرمى جيد في عندهم كل الامكانيات لكن من حي شرف على أداءه الرائع في الشرط التاني النهاردة اقول لحضراتكم برضو بعض النتاج الجولة التانية في بطولة الجمهورية موليد الفين وتلاتة فوز زد على غزل المحلة بهدف نظيف تعادل الزمالك مع السيراميكا التعادل الإيجابي واحد واحد وفوز المصري على طلاع الجيش خمسة تلاتة كانت نحشيش عايزين نمسك خط خط بقى ونحلله أولا مصطفى مخلوف النهاردة ما شاء الله أداء أكثر من رائع كل الكرات اللي جات عليه تعمل معها بسبات بهدوء تحس إن شغل الدرجة الأولى أو الفترة اللي بيطلب على الدرجة الأولى برضو عنده ثقة فيها عنده مطش كبير قوي عمله فرق مع فرقته قوي في بعض الكرات اللي كان ممكن تغير وزاد في البداية وبداية الشرط التاني كمان هنقذ كم واحدة خطيرة ما شاء الله عنده طول يا كابتن عادل وجسم رشيق في ميزة كمان كبيرة قوي إنه بيلعب برجله بيلعب برجله كويس قوي كذا كرة يلعبها دي مهمة جدا بالنسبة للحراس المرمى دلوقتي الزمان ما كانتش مهمة أهو دلوقتي اللعب كله من تحت درجة الأولى كله بيلعب من تحت بيلعب مع المساكين والبكات لأ عنده ثقة وبيلعب برضو مع ولاد لسه يعني إيه برضو زي الخبرات إنما بيلعب برجله كويس جدا جدا ودي ميزة وفي الأوقات العزن الكرة طبعا الكرة طويلة بيعملها برضو بتعمل هجمة واضح إنه مدي كمان اللي قدامه ثقة لعيب كويس جدا يعني من نجومه المبرار النهاردة صحيح برضو عشان بس يعني نتكلم برضو يعني ندي كل واحد حقه الجون برضو بتاع محمد عادل بتاع بيتروجيت جون المنتخب 2003 الجون التاني مع المنتخب في كلاس العرب برضو جون هايل برغم الأهداف اللي دخلت مرمى الثلاثة إنما فيه طبعا أهداف ليسأل عنها طبعا طبعا أهداف ملعوب وأهداف كويسي قوي إنما هو برضو من الحراس الكويسين عشان بيقولوني دلوقتي عزين نطلع لفاصل وأنا معاكن اللي اتنين الحراس ما شاء الله إضافة كبيرة لمنتخب مصر مواريد 2003 نستازنكم نروح لفاصل وبعد الفاصل هنستكمل التحيي الفني مع الكابتن عادل طعيمة والكابتن محمد حشيش أهلا بحضراتكو من جديد كابتن عادل وإحنا بنحلل بقى خط خط كابتن حشيش يتكلم عن مصطفى مخلوف حارس المرمى إنه أجاد النهاردة بشكل كبير عجبوا جدا أداءه النهاردة الخط الخلفي بقى محمد شرقية يوسف عاطف وإبراهيم عبد الحكيم كابتن عادل يأخذ نصف الملعب نصف الملعب كابتن حشيش عشان ده مركزه الأصل بس أنا ليه كلمة لمصطفى مصطفى طيب تفضل جول رائع عجبني قوي حتى في مظهره في حلقته في اكتريت كلامه في ثقافته تحس إنه يعني ابن ناس التكوين الجسماني الشخصية بتفتل ما ليه دي شخصية ناد الأهل خلي بالك أنا هقول لك بقى وحاك بتتكلم في لقاءه وحديثه أنا كنت جبته هنا معايا لقاء قبل كده في نامج الأشبال لقيته مكسوف وصوته واطي وتقول لأ ده أنت مفروض حرس ماربا أنت صوتك يسمع الملعب كله عجبني النهاردة مع فلو صلاح أداءه الثقة اللي بيتكلم بيها من الواضح إنه اشتغل إزاي يعني على الشخصية والكلام ويبقى القائد ده مهم جدا أنا كابتنا عادي صعودوا للفريل أول أيوة وبعدين لما بيتمرن مع الشناية ويتمرن مع علي لطفي مع مصطفى شبير دي على طول بيائب يلقوا يلقط منهم طبعا الحاجات ديت لكن هو الحقيقة المظهر بتاع وثقافته الانفراضات اللي النهاردة بيطلع بشكل فني قوي جدا يعني شايل جلين صعب جدا كممكن جدا ما يتسائلش عنه من الانفراض بدايته الهجمة زي ما قال كابتا الحشيش بيبدأ بربني كويس قوي الشوت الثاني الحقيقة حتى في الكرات بيلعب لبرو يا كابتا يعني فيه كرتين طلع فيهم واخدهم من وراء من وراء السردبكين أنا بصراحة عجبني جدا 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 والميزة البرنامج ده اللي بيدينا المواهب اللي زي دي الجمهور كله بيشوفها ويبقى متطمن ان حراسة المرمى في نادر آلي فيها متأممة فيها خير ان شاء الله متأممة ومتأممة للسنين والداب على مدار المنتخب مصر من يوم ما اتعمل لحد اليوم جوال نادر آلي دايما هي في منتخب مصر حيئ كابتن حشيش خط الخلفي محمد شرقية ثلاثة مساكين يوسف عاطف إبراهيم عبد الحكيم من يوسف عاطف شافت ثلاثة الخط الخلف ازاي طبعا في البداية الثلاثة لعبت كرة كويسين يوسف عاطف طبعا ده جاي من ودي دجلة كان بيلعب في الطريق الأولانية الثلاثة وارد بيلعب زي الليبرو بتاع زمان شوية بيجيد طبعا بنقل الكرة من الخلف بس الشرط الأولانية الحقيقة مساعدهوش نص الملعب اللي ينزل ويستلم كرة ويعمل استحواز فدي اللي كانت مأسرها شوية ابريم عبد الحكيم ومحمد شرقية طبعا الاثنين أجسام قوية بيلعبه كرة قوية بيلعبه كرة العالية كمان كويس قوي شرقية واخد طبعا خد خبرة من الفترة اللي لعب فيها فوق مع الدرجة ويلاعب في منتخب مصر كمان مع منتخب مصر مدية قوة كمان لما نزل عبد الرحمن رجدان يعني هو أساسا مساك وبيلعب في المنتخب مساك لعب بكريت ولعب في الحتة البكريت كويس برضو أجادة واضح أن أنت يعني عندك جوكر في الدفاع بيلعب حتتين ودي مهمة كابتن عادل قوي لأن ممكن اللعيب يعني المدرب يغيره في وسط اللعبة أو داخل اللعبة بدلا ما يخسر تغيير من بره يقدر يبقى عنده مرونة أن هو يعمل الحتة دي يوسف الشريف كمان كما لما نزل نزل من الشوط الطبعا التاني نزل لعب الحتة الشمال طبعا يعني وكان السبب الرئيسي هنتكلم بعد كده عليه فيه طبعا أحد الأهداف خط ديفينس لعبة كرة كويسين كان لهم دور كبير الحقيقة مع مصطفى مخلوب في لدهم كلهم السقة يعني أجادوا بصراحة الأربعة كلهم أجادوا في الشوط الأولاني كويس أو في الشوط التاني المظهرة الطريقة كمان لعبه تاني على العادلة الأساسية اللي هي 4-2-3-1 لعبه كمان جيم كويس أهو أعتقد أن بعد يمكن خمس دقائم من الشوط التاني اختفت الخطورة تماما بتاعت بيترو جيت كابتن عادل كان فيه تغييرتين مهمين جدا أضافوا يوسف شريف لنزل بديل ومحمد حمد ميسي حتى الاتنين اشتركوا في الهدف التالت لما عاد يوسف شريف من ناحية الشمال وعملها عرضية لمحمد حمد ميسي وده اتنين كانوا قاعدين على مقاعد بديل ونزلوا أضافوا في الشوط التالي مفيش شك محمد شرف الحقيقة شرف الحقيقة عمل التغييرات عملها بدقة جدا وعارف الصغرات اللي كانت موجودة في الشوط الأولاني واللي كانت مسببها خطورة علينا في الشوط الأولاني الشوط الثاني تقريبا زي ما قال كابتن الحشيش يعني مفيش خطورة خالص رايح على جولك العمل جابها قوية جدا كريم ودام ويوسف عمل جابها قوية جدا وجي منها هدفين يعني جابها للشمال جول عن طريق كريم وجول التاني عن طريق شريف قطع وراح لعبها المسي طبعا جول سهل جدا هو اللي عمله يعني كريم مجرد أنه بس قطع وحطاها لكن برضو بتحسب له أنه قطع وحطاها برجليه في المعص لكن الاتنين كانوا أضافة قوية جدا للفريق مع ميدو نبيل أنا أعتقد أن المبرى دي ما كانتش ما كانتش وموفق فيها نتيجة الخطة الشديدة قوي في أول اللي حتى يعني يعني دايما التحكيم يعني كرة زي دي على الأقل اللي بيقى فيها انظار يعني هو دانا انظارين في الشهد التاني ما نتكلمش على التحكيم ولكن بس النهاردة برضو يعني الحكام الكابتن حسن محمود كابتن محمد فؤاد يعني النهاردة أجاده ما حسناش بالتحكيم بس أنا بتكلم على الكرة اللي كان داخل برجبيته في ظهر ميدو في بداية المطش كانت شديدة قوي فيمكن فيه يعني كان ممكن يبقى فيها تحذير حتى لأنك يمكن دي أصارت عليه تولي وكان لسه مسخنش بس الحكام كان لسه لأنها في ديال ونصح حجب بس منقول لي ميدو برضو كده من شديره دانا كده شدة صغيرة كده عندك أكتر من كده لا أنت عندك أكتر من كده ومفروض أنك أنت تبقى إضافة لفرقتك تبقى إضافة لفرقتك الخطة إحنا الماتش دي الماتش ده هنددلك العزر بعد كده ما فيش عقود أعزار ميدو تمام عايزين نشوف يا برجاوي معانا يا أستاذ برجاوي طيب عايزة شوف أهداف اللقاء برضو مع الكابتن عدل طاعمة والكابتن حشيش نحل الأهداف مع بعض كابتن حشيش كابتن عدل خط الفرود كمان هنتكلم ده بس عايزة حل الأهداف أهداف حلوة أهداف ملعوبة أهداف تحركات جيدة ده الهدف الأول اشتركوا بقى معانا كده في تحييل الهدف الأول تمام اتفاضلك التحشيش طبعا كورا تلعبت بالهد نمر عشرة طبعا ميدو ميدو أسامة ميدو أسامة طبعا يعني كان مركز فيها أو أنها وكان متوقعها أنها تتلعب وممكن دي يكون حاجة برضو من حاجات المتفق عليها أن الرأس الحربة بيطلع بدماغه ويزحلها للراجل اللي جاي من تحت بين طبعا المساكين انتهى صورة أنهم يمكن كانوا وقفين على خط واحد وهو جاي بوشه كمان يا كابتن عادل فيبقى عنده الأفضلية أنه هو يسبق وحطها طبعا لحظة تقدم طبعا الحاجة بس ارجعوا للهدف تاني يا كابتن عادل بص وقفة الأول ميدو ميدو الأول وقفة أنه هو مش فاتح بر هو بلعب على الطرف أنه هو دخل العمق النهاردة لما كرة العالية محمود حمدي طالع بدماغه هو مفضلش برده وواخد باله من الأفضل كمان يا أسامة وواخد باله دخل له في العمق تحرك أكثر من الرؤى وواخد باله كمان خطوة ما جريش برضو لأن التايميج في الحتة دي بيفرق في الأفضل فهو مستنى برضو وهي بتتلعب ابتدى يتحرك عشان ياخد الأسبقية يعني التحرك هنا أكثر من الرؤى في نقطة يعني باخد بالي منها بحكم أن أنا كنت بلعب أحيانا في رأس حربة الشرف طبعا بيخلي الاثنين اللي على الطرف وانت بتلعب ثلاثة أربعة ثلاثة مجرد رأس الحرب ما بيسقط عشان تتعبن له عالية هتبص تلاقي ميدو أسامة ميدو أسامة وإحمد أشرف كان بيضم للعمق وإحمد أشرف رايح للمق بحيس أنها لو زي ما قالش كانت حشيش أنت لما يلعبها بدماغه لو راحت يمين أو شمال متوقع أن يتروح هنا يتروح هنا فحتى يعني كان ممكن يلعبها ناحية شرف ناحية شريف أسف فكان يبقى الاثنين متوقعين أن هتطلع من دماغه يأما هنا يأما هنا فعملية الاختراق من الاثنين من العمق عملية طبعا كان جول مدروس وجول ملعوب وأعتقد أنه جول جميل جدا وزي ما قلت بين الشوتين أن الراجل هو رايح ما كانش فيه رعونة أخدها وحطها بالراحة وجول طالع ما شاء الله جسم قاوة قافل عليه وفيه ثلاثة أربعة رايحين عليه ودي برضو من ضمن عيوب فريق بترجلت النهاردة من حاجات البسيطة العيوب بتاعتهم أنه أحيانا خمسة ستة بيندفع على الكورة ويبقى فيه أماكن أخرى في الملعب بتبقى فاضية فتلاثة أربعة رايحين على رأس الحرب혀 وسيبين شرفا ناس خبرات ناس خبرات الهدف الثاني بس قبل أنrier الهدف الثاني فريق النادي الأهلي رجال السلة في البطولة العربية المقامة في الكويت يتقدم خمسين تلتين على نادي أو فريق الجهراء الكويت كل التوفيق كل التوفيق إن شاء الله لفريق السلة فريق السلة رجال النادي الأهلي إن شاء الله يطروا ترجعوا بالبطولة. نشوف الهدف الثاني. الهدف الأكثر من رائع لكريم الدبيس. فضل لكابتن عادت لكابتن حشيش. طيب. دلوقتي هنا كريم. لما البرجاوي يجيب لنا كريم فين دلوقتي. هو ده بيلعب رجل بيلعب باكليفت. هو فين هنا. على الثمنتاشر. بعيد شوية. يعني نشوف هو فين. ده معناه أنه هو زي علي المعلول كده. مع الرجل الزهير الطائر. يعني هو بيلعب ظهير. قافل الحتة بتاعته. ومع ذلك هو بيهاجم. شايف رايح فين؟ وبعدين رايح فين؟ ما بين السردباك وما بين الباك رايت. يعني الاتنين. محدش عمل رقابة عليه. إن ما هو لو رايح على الطرف. مش يقدر يشوت. فهو رايح في الحتة اللي ممكن يسدد ويجيب منها جول. طبعا الكلام ده. ده راجل تكتيكي على أعلى مستوى عارفه أنه هو رايح في الحتة دي. مفيش حد يضغط عليه ويبقى عنده فرصة للتزديد. وطبعا واضح جدا بفضل الله إن شاء الله ربنا يكون صفحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني ربنا يحميه. واخد القرار بالتزديد ورايح في الزاوية المزبوطة. فطبعا شوف حتى واني حط وش رجليه حاطة وش رجليه صح. قوي. شادد وش رجليه بزر بعيدة. شادد وش رجليه بزر بعيدة. كابت الحاشيش الاستلام من بدايته حاجة. أنا عايز أقول لك الجون ده في ثلاث حاجات. قول لي. ثلاث مهارات. أول حاجة مهارة استخلاص الكورة بالحركة. أيها هنا. يعني الراجل ضغط عليه جابت جدا زي ما احنا شايفين. فهو لف استخلاص الكورة ولف أدي نمره واحد هي دي تلات ربع الجون. ثاني حاجة قرار. هو واخد قرار. لسه قدامه على فكرة كان عنده مساحة أكتر من كده. إنه يكمل ممكن يلعبها بالعرض ممكن يستنى شوية. إنما هو القرار نشايت من بعيد. ثالث حاجة بقى دقة التصويب. إنه رجله الشمال يحطها في الزاوة البعيدة بالقوة والإدقان ده. يعني هايل بصراحة. وأنا رسالتي كريمة دبيس عبد الرحمن رجلان. دي لسه أول مبارا لكم مع النادي الأهلي. تواضع تمرين دايما ناخد الأمور بجدية. أنت بتلعب في نادي كبير. وإن شاء الله الفرص هجيلك هجيلك مع الدرجة الأولى. وإن شاء الله تقدروا تثبيته نفسك خلال الفترة اللي جاي. نشوف برضو هدف من الأهداف الحلوة والملعوبة. الهدف التالت للنادي الأهلي عن طريق اللاعب محمد حمدي ميسي. اتفضل كابتن عدي اتفضل كابتن حشيش. حللوك كابتن حشيش. طبعا مهارة طبعا من يوسف شريف. قاطع مشوار مقرر أنه هو هيعدي. ودي بتنقص لعيبة كثيرة جدا جدا. لأن في لعيبة بتخاف أنها تعدي وتلعب الكرة. فهو حط في دماغه أنه لازم هيعدي هيعدي عمل الترقصة بمهارة كبيرة جدا. وعدة تاني كمان عشان يستنى برضو لأنه بص. فممكن لقى ميسي متأخر شوية. فاستنى اللحظة دي اللي هي الترقصة التانية عشان يوصل للخط ويتقنها. بص الترقصة التانية دي وصل للخط ويلعبها. الميزة في الكرة دي كمان إن فيه اثنين أو ثلاثة مكملين في التحركات. واحد على العرضة القريبة قوي وميسي جاي من البعيدة على نص مطارة الجزاء. التالت عشان لو عدت على العرضة البعيدة. فهو الجونيا كابتن ملعوب وفيه حاجة اتقالت في الهدف ده. كابتن عادل عندك أكوال أخرى في الهدف ده. طبعا. شريف لما عد الرجل اللي رايح بيعمل زحلاء عد منه. خد القرار عارف إنه عنده القوة إنه ممكن يعدي من السردباك الثاني. يعني ده برضو قرار إن أنا السردباك وهو جاي لي. أنا عندي من القوة إنه لو خطت الخطوة دي كمان. أبقى قريب أول من الجول. ويبقى لما أخرجها أبقى خرجها. أضمنها أكثر. أضمنها أكثر. بقوة عارف إنه عنده السرعة والقوة أكثر من السردباك. وده جاي بالجنب وده رايح بوشه. فطبعا دي بتدي أفضلية. هنا في عيب صغير إنه محمود حمدي. مفروض إنه هو رايح يعني برا جول خالص. طلع برا العرضة. طلع برا العرضة خالص. بس كواس إنه هو سحب المساك معاها. خد المساك معاها. في عدة الشقة للمسي إنه هو يقدر يحطها. إنما جول الحياة جميل جدا. وده بيورينا إن الاتنين اللي على الطرف دايما بيستمرار. بيشوقوا في عمق ذا الفريق الأول. بتلاقي طاهر. بتلاقي حاس حسين الشحان. لا أي أحد بيلعب في الحتة دي. بيروحوا بيشوق. بيبقى إضافة في كراس حربة تانية. أخيرا كابتن عادر كابتن حشيش. عشان وصلنا لنهاية السؤال التحليلي. من رجل المبارر نهارتها؟ رجل المبارر محمد شرف. محمد شرف. مدير الفني كابتن محمد شرف. من وجهة نظر الكابتن عادل طعيمة كابتن محمد شرف. كابتن حشيش. طبعا شرف. لأنه عنده من المرونة التكتيكية. اللي قدر يغير بيها برضو في لحظات معاينة من الملعب. وخصوصا الشوت الثاني. لما رجع بالطريقة الأربعة، اثنين، ثلاثة واحد. تغييراته عملت أفضلية كبيرة جدا جدا. هو المدرب أسام أهم حاجة فيه. هو الكوتشنج. أولا التشكيل المناسب. التغييرات. تغييرات كمان الطريقة على حسب ظروف المباراة. على حسب الفرقة المنافسة. هو ده الكوتشنج الكبير. أو الكوتش الكبير. إنما التدريب في الملعب أو التمرين. في ناس كثيرة وفي ناس بتوع أحمال وناس كثيرة. إنما هو القصة كلها بتبين مهارة وإمكانات المدرب. بس برضو مش هاخفل برضو مصطفى مخلوف ومحمد عادل من بيتروجيت. الاتنين الحارسين يعني. وأنا بقى عشان مقدم السودة التحليلي فأخذ ثلاثة النهارة. كابتن محتمد شرف أتفق معاكم. كريم الدبيس في أول اللي قال يمع ناد الأهلي وإحرازه هدف من الهدف الحلوة. وأتفق معاك مصطفى مخلوف. ومش عايزين ننسى برضو بيتروجيت بإمكانياتهم من الممتاز به. كابتن ياسر رجب عمل شغل يا كابتن. من السنة اللي فاتت. والسنة دي عمل طفرة كبيرة جدا جدا. ومعها بقيت طبعا المدربين طبعا والمدرب بتاع بيتروجيت. يعني بقول له ما تزعلش من الخسارة. النهاردة ان شاء الله انت فرقتك فرقة محترمة. وان شاء الله بإذن الله أنا بس عايز أقول. يعني اسم الكابتن طبعا مدرب بيتروجيت الحقيقة. عشان برضو نبديله حقه. كابتن نصر عبد الحميد. بالضبط كابتن نصر عبد الحميد. يعني عمل فرقة كويسة. لقى بدانية عالية. عندهم سرعات. عندهم حاجع. ومشيأسين لغات. أخر لحظة كابتن مغلوبين ثلاثة. وبيحاول يضغط ويهاجم. فهو يعني عمل معهم شغل كبير يعني. طبعا علشان ياسر ما يزعلش مني طبعا. ياسر أولا من ولادي في القطاع الناشئين. ثم في التدريب. كان معانا في قطاع الناشئين. كان من الأظهرة الرائعين. وكان بينفز الوجبات اللي يكلف بيها. على أعلى مستوى. فكلاعب. وبعدين خدم في الناد الآلي في قطاع الناشئين. فطر كبيرة جدا. ومشي. علشان ظروف شغله. وإلا كان يبقى موجود برضو في قطاع الناشئين. لكن ظروف شغله. خيروه. ما بين أنه يمشي ببرة الشركة. هو موظف. طبعا. وإلا يبقى متفرغ للناد الآلي طبعا ووظفته. ومرتبه عالي في المحترمة جدا. وعمل في قطاع الناشئين. وحاجة محترمة جدا. شرفتنا ومرتنا كابتن عادل. ودائما يستمتع بالحوار اللي كان معاك. بتشرب بيك دائما. وكابتن حشيش. وإن شاء الله يكون ستوديو مقبول عند الناس. وألف مليون مبروك للناد الآلي. ودائما في كل استوديو نبارك للناد الآلي. إن شاء الله شرفتنا نورتنا. ومتقلب كالعادة كابتن حشيش. ربنا خليك أسامة. يعني نجاح من نجاح. الاستوديو كل موسم يا كابتن عادل بيثبت نجاح ونجاح. وجود أسامة وجود حضراتك النهاردة في الافتتاحية. دي حاجة تزودتنا كتير جدا جدا يعني. مبارك طبعا للناد الآهلي والقطاع كله يعني. كل التوفيق ليهم خلال الفترة الجاية. بشكل ضيوف الكابتن عادل طاعمة. والكابتن محمد حشيش. اللي كانوا مشرفيننا ومنوريننا النهاردة. كان يوم جميل وفوز مهم لفريق شباب الناد الآهلي في الجولة التانية. في بطولة الجمهورية موليد 2003. بكده وصلنا نهاية استوديو التحليلي. نشوف حضراتكم إن شاء الله قريبا في استوديو تحليلي جديد. لستاذ الأشبال. شكرا وإلى اللقاء.